إذا نظرنا إلى تاريخ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتبط مباشرة بالعصر الأموي ستجد إما ما بين تشنيع على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما حجب لفضائلهم أو منع لذكرها وهم من هم هم يعني بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادهم فقد عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا بد في هذه الفترة من تاريخ يناسب مقام هؤلاء آل بيت رسول الله إذن فالواقع يقول أنهم كانوا محل الطهاد من بني أمية كانوا مقصودين كانوا مقهورين كانوا مطرودين يعني أعلى بهم كل الأفاعيل حتى أن سيرهم قد حجبت انظر كيف أوصلت السياسة المسلمين إلى الطعن في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التقليل من قدرهم ومن شأنهم كما نعلم وكما نرى أن الآلة الإعلامية الضخمة منذ هذا العصر وهي تعمل على تشويه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشنيع عليهم بل وحرموا حتى زيارتهم والتعتيم عليهم أقصود إذا كان سمحوا بقتلهم ونفيهم وترضهم وتغريبهم وإذائهم وتشريدهم فعلوا بهم كل الأفعيل التي والله يعني لا نريد أن نقول كلاما فيه تعصب ولكن لم يكن غير المسلمين يفعلوه مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم